السلام عليكم، هل تتمنى أن تتعلم التواصل الفرنسية بسهولة؟ تابع معي هذا الفيديو معك الأستاذ حسن تيطواني، مرحبا بك معي في هذه السلسلة الجديدة تعلم التعبير من جملة التي سأطرح لك فيها طريقة سهلة لتتكلم الفرنسية بكل سهولة هذه الطريقة يمكنك أن تطبقها طبعا على جميع اللغات الأجنبية إذا كنت تحتاج أن تتقن أحد اللغات الفرنسية الإجنزية أو الإسبانية سوصل معي عبر الواتساب موجود في الفيديو طبعا يمكنك الضغط على الرابط المرافق لهذا الفيديو إذن على بركاته إذن اليوم إن شاء الله عز وجل نحن مع الجزء الثاني أو الفيديو الثاني من هذه السلسلة اليوم إن شاء الله عز وجل سنرى معا حوار، حوار ما بين ثلاث أشخاص إذن الشخص الأول اسمه فرانسوا، الثاني جون والثالث بيير ثلاث أشخاص فرنسيين يتحدثون فيما بينهم من هذا الحوار يمكننا بعد أن نضبطه يمكننا أن نستخرج عدة جمل أخرى نعبر بها بكل طلاقة إن شاء الله هذه من أسهل الطرق التي تعلمك الفرنسية أو تعلمك تواصل بالفرنسية إن شاء الله إذن الأول يقول ما معنى؟ أعتقد أن ما معنى؟ إذن البنات تحبنا جيدا الحيوانات إذن البنات تحبنا الحيوانات جيدا جيد، إذن هذه فكرة فرانسوا فرانسوا يقول بأنه يعتقد أن البنات تحبنا جيدا الحيوانات بالنسبة لي جون يقول ما معنى؟ أنا لست متأكدا يعني بأنه يخالف رأي فرانسوا يقول له أنا لست متأكدا كار إليكزيست دفي لأنه يوجد بنات كي أدور الذين يحبنا أو اللواتي يحبنا يحبنا قضاء وقتهن الفارغ أو ديسيني في الرسم إذن هو يقول بأنه يعرف الكثير من البنات اللواتي تحبنا الرسم في وقت الفراغ ولا يهتمنا بالحيوانات إذن je ne suis pas sûr كار إليكزيست دفي كي أدور بأنه يحبنا بأنه يحبنا بأنه يحبنا بأنه يحبنا جيد، ما هو رأي؟ Pierre إذن Pierre يقول تيا رأيزان إذن يقولو تيا رأيزان معك حق إذن هو مع فكرات جن جو كوني دفي ما تمرين نقوم به الآن هو أن يقرأ هذا الحوار عدة مرات من عشرين إلى ثلاثين مرة هذه هي النقطة الوحيدة أو التمرين الوحيد الذي يجب عليك القيام به ثلاث أسطر إقرأها بتركيز من بين عشر إلى عشرين مرة لم تكفي إقرأها ثلاثين مرة الهدف وأن تقرأ عدة مرات يعني كأنك تمارس اللغة تتكلم اللغة كأنك قلتها ثلاثين يوم أو عشرين يوم يعني هذه الجمل فتترسخ في ذكرتك طبعا لن يتوقف التمرين هنا تمرين الهدف منه هو أن نستخرج جمل أخرى من هذه الجمل مثلا يمكننا أن نقول معك حق وأعرف بنات يفضلنا الحيوانات كيف يمكننا أن نقول هذه الجملة بالفرنسية حاول الأمر سهل إذن معك حق كيف يمكننا أن نقول هذه الجملة أنا لستم تأكيدا أن البنات يفضلنا الحيوانات أنا لستم تأكيدا إذن je ne suis pas sûr أنا لستم تأكيدا أن البنات يفضلنا الحيوانات إذن je ne suis pas sûr أنا لستم تأكيدا أن البنات يفضلنا الحيوانات إذن لاحظ بأن انطلاقا من هذه الجمل يمكن أن تركب الكثير من الجمل الأخرى المطلوب منك فقط أن تستمع مثلا إلى هذا الفيديو عدة مرات 20 إلى 30 مرة لتكتسب ما يوجد هنا أو أن تكتب هذه الجمل في دفتار وتركز عليها تقرأها إلى 20 أو إلى 30 مرة المهم أن تحس بأنك قد هضمت هذه الجمل وأصبحت أسلوبك تعبير به الآن كيف يمكننا أن أقول أعتقد أنني أعرف بنات يحبنا الأعمال يدوية بالفرنسية أنا أعتقد أنني أعرف بنات يحبنا أعمال يدوية بل يمكنك أن تتجاوز هذا وتستعمل عدة كلمات وجمل أخرى تعرفها وتضيفها إلى هذه الجمل فتركب جمل جديدة مثلا بكل بساطة كيف يمكنني أن أقول أخي يفضل الحيوانات إذن أخي سأقول يفضل 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 جملة جديدة لا توجد هنا إذن اكتساب الجمل يساعدك على التعبير واكتساب الجمل التي هي أصلا مركبة بطريقة سليمة أنت متأكد من أنها مركبة بطريقة سليمة إما بقراءتك حوارات أو فقرات من موضوع المهم أن تقرأ أن تقرأ وتركز على جمل بسيطة أو جمل قصيرة فتقرأ عدة مرات من 20 إلى 30 مرة لكي تصبح أسلوبك تعبر به إذن إن شاء الله عز وجل نلتقي في الفيديو القادم لكي أعطيك جمل أخرى وأساليب أخرى للتعبير أترك لك رقم الواتساب هنا إذا احتجت أن تتقن أحد اللغات فرنسية الإجنزية أو الإسبانية تواصل معنا لدينا برنامج وبرامج ممتازة تساعدك بكل سهولة إتقنا هذه اللغات